أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفان إبو جلالة الملك ولي العهد على الأهمية والإنجازات النوعية التي تتحقق عند توجيه كافة الجهود الوطنية نحو مواصلة تنفيذ وتطوير المبادرات والمشاريع التنموية التي يعود نفعها على الوطن وأبنائه سموه أشار إلى أن مسيرة العمل الوطني ماضية بتكاتف أعطاء فريق البحرين وتعضدهم من مختلف مواقع المسئولية نحو مزيد من التطوير والتحديث والبناء بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه أن العمل التكاملية والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تقود إلى تحقيق مزيد من الإنجاز والتميز في مسيرة البناء والتنمية مجددا سموه الفخرة والاعتزاز بالكوادر الوطنية المخلصة وما يمتلكونه من شغف للتميز والإنجاز وحصد النجاحات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الكضيبية اليوم مع السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ورئيسي مجلس الشورى والنواب ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب بحضور مع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نأب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث نوها سمه بالجهود البارزة التي يواصل أعضاء السلطة التشريعية بذلها ومساعيهم الحثيثة في تطوير المنظومة التشريعية لفتن سمه إلى أهمية مواصلة العمل بذات الوتيرة وبروح الفريق الواحد لتعزيز مسار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق تطلعات المواطنين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكنه من خلال إتاحة فرص التنمية والتطوير أمامه لزيادة إسهاماته في مختلف القطاعات بما يعود بالخير والنفع على الجميع مؤكدا سمه أن الإتقانة والجودة والكفاءة هي المعايير التي ترتكز عليها الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز مقاومات البناء التحتية بما يحقق التطلعات المنشودة من جانبهما أعرب معالي رئيس ماجلس النواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكين بجلالة الملك وللعهد على ما يبديه من دعم ومتابعة مستمرة لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون المشترك مؤكدين الحرص على مواصلة العمل وبذل المزيد من أجل رفعة مملكة البحرين ونمائها ترجمة نانسي قنقر